معجزة حدثت مع شاب عراقي من مدينة الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار حسين من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ولادته بسنة أصيب بضمور بالدماغ ووالده كأي أب مسلم بدأ يبتهل إلى الله ويدعوه ليشفي له ولده وبعد فترة من الزمن رأى والد حسين رسول الله في المنام عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله ابني عجز عنه الأطباء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولده حسين فمسح على صدره ووجهه وقال خذه عله يكون بخير وبعد فترة صغيرة تحسن حسين وتوقفت نوبات الصرح وبدأ يستجيب للأصوات بعد أن كبر حسين بقي على البركة كما يقولون أي انخرج من البيت لا يعرف كيف يعود ورفضت إدارة المدرسة في منطقة قبوله في صفوفها بذريعة أنه عنده قصور عقلي ولا يستطيع أن يتعلم وبعد أن كبر حسين حصلت المفاجأة عندما كان حسين في أحد المساجد فأخطأ الإمام بإحدى الآيات ليصحح له حسين مما أثار استغراب والده ومن كانوا بالمكان وعندما سألوه قال لهم أنه يحفظ المصحفة كاملا في قلبه وعندما سألوه بعض الأسئلة أذهلهم بجوابه كيف لك أن تتعلم هذا يا حسين أنت أمي ولم تدخل المدرسة حتى كيف لك أن تحفظ القرآن برقم الآيات وبعدد الصفحات حفظ القرآن ويحفظه دون مسجد القرآن لأنه الذين تعلموا اليوم لا يستطيعون أباته بما يؤتي به حسين وهذا فضل الله يؤتيه من أشاء ومصداقاً لقوله تعالى إضافة لأحفظ أرقام الصفحات الموجودة نعم أرقام الآيات هذا يعني أجبتك أنها سهلة والآن نبدأ نأخذ صفحة على التعيين شيخ حسين صفحة 127 عطني أول كلمة على اليمين قال نحن هو ليس من أهلك آخر كلمة بنفس الصفحة بمؤمنين حتى أنه شارك بأكبر المصابقات الإسلامية وأذهل العلماء والشيوخ من طريقة حفظه لكتاب الله إنها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من لا ينطق عن الهواء رابط مشاركته بالمصابقة تجدوه بالتعليق الأول المثبت